اشتركوا في القناة حلال قصوة كانت من بين 22 إلى 26 درجة في حدود العشرين بالمرتفعات الغربية خصية تقصي اليوم نشوفهم كالعادة من خلال تسلسل لصور القمر الاصطناعي ولميز تقصي اليوم فترات مشمسة تخللتها سحب عامة قليلة ونتوقع الليلة تواصل نفس المؤشرات تظهور بعد سحب على كامل البلاد درجة حرارة ليلا تكون من بين 15 إلى 20 درجة في حدود الاثناش بالمرتفعات الغربية خلال الليلة القليلة قد ما تكونوا معنين بتواصل هيمنة المرتفعات الجوية اتباعا لذلك أغلب عناصل تقصي تكون مستقرة وتقريبا درجات الحرارة تبقى في مستوى أوائل العشينات خلال يوم الغد إن شاء الله نتوقع ظهور مجموعة من السحب العبرة وكعادة قدمكم قراءة تفسيلية لدرجات الحرارة القصوى المنتظرة ظهرا بتونس العسمة نتوقع تجيل 23 درجة 23 بنابل 22 بيقليبيا بزغوان 23 23 أيضا في أقصى شمال في بنزرت في ربوع الشمال الغربي أجواء صافية لقليل تصحب 22 في تبرقة 24 في باجا وبجندوبة 22 بكل من سليانة والكاف بمنات قلوسط بتلا نتوقع تزيل 20 كحرارة القصوى أدفأ نسبيا بالقيروان وينتوصل إلى مستوى 24 بجي تسحل سوسة المنستير المهدية حرارة القصوى تكون في حدود 23 قد نسجل 23 أيضا في سفاقس وبجزر قرقنا سيدي بوزيدة 23 23 بالقسرين في مناتق الجنوب الغربي أعلى نسبيا وينتوصل حرارة ظهرا المستوى 24 في جافسة 16 في توزر في قبل نتوقع تزيل 25 24 في جابس وببقية مناطق قل جنوب الشرقي للبلاد بجزيرة جربة نتوقع تزيل 24 25 في مدنين حرارة في حدود 24 بتتوين وبرمدى بالنسبة للملاحة والسيد البحري بسوحلنا الشمالية منطقتين سيرات وخليجتون سريح في أغلبها شمالية شرقية سرعتها لا تتجاوز مستوى 25 عقدة وبحيكم متموج إلى قليل الاضطراب بسوحل شرقية البلاد وصولا لخليج جابس سريح تكون من قطاع شمالي شمالية غربية فشمالية شرقية سرعتها من 10 إلى 20 عقدة وتتراجع تدريجيا إلى مستوى الخمس 15 عقدة وبحيكم متموج إلى قليل الاضطراب كالعادة قدموكم فكرة حول حالة تقس ببعض المدن والعواسم الأجنبية نوكشت 37 درجة بالمغرب الأقصى تقس يكون سافي 24 بالدربيضة بعد سحب القليلة في الجزائر 24 في ترابلوس موشرة نزول الأمتار محلية 23 درجة تقس في بالخرطوم وحرارة تكون في حدود 39 بالقهرة فترة مشمسة 29 درجة بالبقاء المقادسة نتوقع تزيل 36 في المدينة منورة 37 في مكة المكرمة بالدوحة التقس في 33 حرارة ظهرا في مستوى 30 في مسقط 31 بأبوذبي بالكويت 32 سماء تكون سافية ببغداد 33 درجة ومؤشرات الاستقرار تهم حتى مناطق شرق الأوسط بدمشق 37 في بيروت سماء سافية بالقدس الشريف 26 درجة نتوقع نزول الأمتار متفارقة بإستنبول 16 درجة وبأوروبا برومة نتوقع وكون حرارة ظهر نتكون في مستوى 22 سماء سافية بعد سحب بفيينة 15 تقس ممتر ببرلين 14 درجة 17 ببركسل 15 بأمرس الدام جونية 18 درجة 19 ببيروت موشرات أمتر بلندن مرسيليا 19 وأجواء عموما مشمسة بشبه الجزيرة الأيبرية 22 بكل من مدريد ولشبونة بتطور الوضع الجوي خلال أيامات القليلة القادمة مازلنا معنيين بتقس قليلة سحب على كامل البلاد خلال يوم الأحد ريح تكون من قطاع الشرقي ضعيفة إلى معتدل البحر يكون هدى وقليل الافتراب بكافة المجلات البحرية ودرجات حرارة قسوة تتراوح من بين 21 إلى 24 درجة بالشمال وفي الوسط وأرقام تكون من بين 22 إلى 26 جنوب البلاد خلال يوم الأثناء تتقل التائرات الهوئية التي تكون في أغلبها من قطاع الجنوب ضعيفة إلى معتدل أجواء مغيمة جزئيا على كامل البلاد ودرجات الحرارة إجمالا في استقرار معيدة شروق والغروب اليوم الغد بمدينة تونس شروق الشمس بإذن الله يكون في ساعة 6 و 42 دقيقة غروبها في ساعة 5 و 23 دقيقة لمزيد من المعلومات والأرشادات تم ذكركم بطرق الاتصال وتواصل بالمعهد الوطني للرسط الجوي موقع الويب ترى دوبلو فيب وميتيو صفحة فيسبوك الخاصة بالمعهد ورقم الموزع الصوتي 884040 أوقات صالة اليوم الغد صالة صبح بداية من الخامسة 14 دقيقة دور منتصف نهار و 10 دقائق صالة عصر في تمام الساعة الثالثة بعد زوال المغرب في ساعة 25 و 25 دقيقة وساعة العشاء بإذن الله في ساعة 7 على 9 دقائق شكرا على حسن متابعة الاتمام إلى اللقاء